من وجهة نظرك يا كابتن محمود يعني مين اللي ممكن يتوفر فيه محليا وعالميا الصفات اللي حضرتك دلوقتي بتتكلم ان احنا لازم ولازم ولازم لو طرحنا اسماء اسماء لا صعب لا اقول عدلك حاجة طب بلاش محليا عشان الاحراج عالميا لو جبنا مدرب اجنبي مين اللي يتوفر فيه من وجهة نظرك كابتن محمود الصفات اللي حياتك كلمتي فيها دلوقتي هو من البداية استمرار لمستر كيروش اعتقد كان لازم يتم بشكل كويس لانه هو عمل نقلة كبيرة في مستوى المنتخب الحقيقة ودخل عناصر جديدة صغيرة في السن بس محققش اي حاجة مرجوة من اللي جاء عشان بس هو كان قريب اعتقد مستوى الاداء في المنتخب في الفترة بتاعته اعتقد ان لو جينا قررناها بالفترة السابقة اعتقد ان مستوى المنتخب عالي بشكل كويس انت وصلت لمرحلة نهائي بطولة افريقيا للضربات الجزاء والتأهيل بس اللعيبة خرجت من تجربة المنتخب منهكين نفسيا ومش بكلم عن لعبة الاهلي على فكرة معظم اللعيبة يعني ما كانش له هذا التأثير الايجابي اللي سواء ما كانش بس فنيا على العموم او في العموم يعني ده انا بلقل لحضرتك وجهات النظر برضو انا ممكن اكون ما حققتش الهدف اللي انا حطه بس في نفس الوقت ما حصلش ان اللعيبة ما فقدتش الثقة في نفسها واللعيبة قدت بشكله كويس النتائج كويسة بشكل كبير هو حصل حوله لغة وجدل اكتر من الانجازات اللي احنا كنا مستمينة خلين نقولها بالصحة انما الصح كان يستمر الحقيقة كان يستمر يعني هو اللي حققته ده برضو النقلة فترة قريبة وفترة صغيرة في المستوى وتعتبر نتائج كويسة انما ما وصلناش الهدف النهائي انما لأسف احنا برضو لو كنا وقعنا مثلا في المطش الفايصل بتاع الوصول لكاس العالم السنغال اقوى فرقة في افريقيا احنا الفترات الصابقة دي لو كنا مهتمين بالاجندة الدولية بنلعب مطشات دولية احنا كنا السادس احنا لو دخلنا خامس كنا هناخد وفيه حاجات كتير اولا ورجعنا بالصينة بص على اللي فات لازم نرعيها في اللي جاي